اشتركوا في القناة خليفة او ملك او رئيس وهكذا حتى بدون ان اذكر اسم هؤلاء المفكرين الحلقة بشكل عام هي تتحدث عن هذا الموضوع بالبداية عندما نأتي الى بداية الدين الاسلامي الدين الاسلامي منذ البداية يعني انه هناك دولة يعني دين ونسرق الدولة ما هو الدليل؟ الدليل انه رسول محمد نفسه تولى رئاسة هذا الكيان السياسي نستطيع ان نقول ان رسول محمد هو رئيس اول دولة اسلامية عندما كان بداية الدين الاسلامي في مكة قبل ان يثبين المدينة فتلاحظ الايات القرآنية والمفاهيم الاسلامية التي كانت يعني في وقتها حديثة عهد غلبت عليها ماذا؟ خضوع الانسان لله خضوع الانسان للخالق العظيم الجبار المتكبر واعتماد الانسان الكل على هذا الخالق وايضا تصوير هذه الحياة بانها عديمة الاهمية لكن فيما بعد الايات القرآنية بعد هجرة الرسول محمد الى المدينة لا سوف تجد هناك اهتمام وسعي الى تشكيل دولة لنقل او لتشكيل هذا العالم لمعرفة كيفية تنظيم الجماعة نعم هذا افضل تنظيم الجماعة وتوجيه هذه الجماعة على الانسان المسلم ان يهتم بشؤون الدنيوية لاحظت الفرق بين الاسلام في مكة والاسلام في المدينة بهذا تكون الدولة الاسلامية الاولى هي اول مؤسسة اجتماعية جسدت لك واقعيا الدين الاسلامي هذا ما الذي سوف يؤدي سوف يؤدي الى ان يخلق موقف مختلف تماما على سبيل المثال عما نجده في الديانة المسيحية لماذا الديانة المسيحية نحن نعرف انها اصبحت الدين الرسمي للدولة بعد ثلاثة قرون من لنقول موت السيد المسيح 300 سنة لا توجد اي دولة اذا المسيحي بسهولة يمكن ان يفصل الدين عن الدولة المسيحي بكل سهولة ممكن ان يدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله على عكس المسلم اللي اول ما فتح عيانا كما نقول وجد نفسه يؤمن بنبي رئيس نبي ورئيس في نفس الوقت رئيس دولة مؤسس دولة على عكس السيد المسيح الذي لم يؤسس لأي دولة نعم نجد في الاسلام كثير من الآيات او الفرق العفوية الفرق الدينية التي تدعو الى الهروب من هذا العالم ونبذ هذا العالم الانصراف عن هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها هذا الاتجاه نعم انتم ولا فئة عريضة جدا من المؤمنين بالدين الاسلامي اللي يسميهم المتصوفة او العرفانيين او غيرهم وايضا اذا نعرف انه بالاسلام لا توجد جهة علية تقرر لك مصير الدين وما يخرج عن هذا الدين وحدود هذا الدين بالتفصيل يعني كما موجود عدي الكنيسة الكاثوليكية والبابا هو اللي يقرر والكل يستجيبون الى هذا الشيء غير موجود بالدينة الاسلامية لكن هناك نستطيع ان نقول مجال وسطي واسع يمكن ان نصفهم اهل السنة او السنة المذهب السني استقطب لك الغالبية العظمى من المسلمين هذا الاتجاه ونسمي المذهب السني بالاسلام يدين الهروب من هذه الحياة الدنيا يدين ان الانسان ينصرف عن الشؤون الدنيوية والمذهب السني يفعل لك هذا الامر باسباب دينية معقولة الاهم من كل ذلك ان الاسلام شريعة ينبغي ان تسود الكرة الارضية ينبغي ان تطبق في كل العالم من اجل ذلك يجب تنظيم العالم مفق مبادئ الاسلام وهذا ما فعله المفكرون الذين نحن بصددهم المفكرين الاسلامين الغزالي بن حزم وغيرهم على سبيل المثال الامام الغزالي ابي حامد في كتابة الاقتصاد في الاعتقاد يبرر ضرورة وجود السلطة بالقول ان السلطان ضروري في نظام الدنيا جيد ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين جيد ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الدنيا والآخرة هكذا لكن مع ذلك اقامة دولة تتفق مع مبادئ الدين الاسلامي هناك مشكلة سوف تواجهنا اذا ردنا نطبق دولة اسلامية كما موجودة في دولة الرسول لماذا؟ لانه هذه الدولة تمثلك او تنتمي لمملكة المثل العليا التي صعب تحقيقها في الواقع صعب جدا الدين الاسلامي بشكل عام يفرض لك على المؤمن مهمة سياسية تتخطى حدود طاقته صعب ان نطبق ما موجود بالقرآن بالواقع السبب انه لا يوجد في القرآن الكريم على سبيل المثال تشريعات دستورية ضخمة لهذه الدولة اللي ممكن ان يقيموها المسلمين في المستقبل كذلك رجال الدين علماء الدين سميهم علماء الشريعة المبكرين لم يهتموا بالتفكير في بنية الدولة يعني تفكير منهجي في البدايات على الأقل ولذلك الشريعة الإسلامية يعني عندما تأتي عليها بالمجمل تنظم لك علاقة الفرد مع الله نعم وتنظم لك علاقة الفرد بالناس بشكل عام لكن الميدان العام دولة قوانين هذا ما يحضر باعتبار كبير جدا نعم توجد خطوط عريضة لكن لا يوجد تفاصيل ممكن ان نركن اليها لذلك مطالب الدين من الدولة مطالب ذات طابع عام ممكن اي شخصي في اسرة كما يريد لا يوجد بها تفصيل هذا الامر نفسه ممكن ان يصدق على دولة الرسول محمد اللي تولى امرها شخصيا بنفسها قد هذه الدولة والاجيال اللي اتت من بعد الرسول محمد كانت تنظر او نظرت لهذه الدولة بتمجيد بوصفها تحقيق للدولة المثالية لحد اليوم هناك من ينظر الى هذه الدولة على اعتبارها هي قمة في المثالية لكن الواقع ان تلك الدولة مهما كانت اللي اسسها الرسول محمد هي مستمدة من البيئة التاريخية اللي كان عايش بها الرسول محمد هل يمكن ان نصلخ مبادئ الرسول محمد انا اقصد المبادئ بالدولة وانطبقها بعد مية ميتين الف الفين سنة هو هذا السؤال هنا المعظلة اذن في هذه الدولة سواء دولة الرسول محمد او الدولة اللي نظريا عند المفكرين المشرح هو الله لا يوجد مجلس تشريعي وبرلمان الشرع المشرح هو الله طيب الله شرع عن طريق شريعة القرآن اللي نزلت مرة واحدة الى الابد في القرآن الكريم هل في استطاعت البشر ان يغيروها لا ليس في استطاعت اي حد ان يغيرها لكن باستطاعتهم ان يفسروها نعم السلطة كلها في يد من في يد الله الله هو اللي يختار انسان اللي هو نبي من كل البشر وجعل وسيط بينه وبين بقية البشر وايضا هذا النبي سوف يخلف خليفة ملك سلطان امام بينه بين الله وبين البشر اذا لا يمكن ان توجد في هذه الدولة الاسلامية الا دولة واحدة يعني لاكن فدرالية ولا فدرالية ولا اشي دولة واحدة يحكم حم simplistic دولة واحدا ولا يمكن ان يوجد في زمن واحد خليفتين سواء في مكانين مختلفين او مكان واحد �bu كذا لا يمكن ان توجد اي سلطة شرعية اخرى في هذه الدولة الاسلامية الا اذا استمدت شرعية هنمين الا إذا استمدت شرعيتها من الخليفة اللي هو مستمد شرعي تمنيا من الله نعم يصف ماسينيون هذا المؤرخ الفرنسي هذه الدولة الإسلامية بأنها دولة العلمانيين الدينية هذه العبارة يقول الدولة الإسلامية هي دولة العلمانيين الدينية القائمة على المساوى يقول نعم الدولة الإسلامية هي دولة دينية سيقراطية لماذا؟ لأن القوة والسلطان كلها بيد من بيد الله الله وحده وبنفس الوقت الدولة الإسلامية هي دولة علمانية كيف؟ لأن الإسلام لا يعرف نظام الكهنوت كما موجود بالمسيحية الإسلام ما يعترف بوجود أحد يستاثر أو ينفرد بالدين الإسلامي وممكن يعطينا تفسير ونقول نعم هذا أسرار الدين فقط وتتعرفها هذا لا غير موجود بالإسلام نعم وأخيرا هي دولة دينية على ماذا تقوم هذه الدولة ولو بالقليل حسب ما يعني الماوردي الغزالي ابن حزم ما يقولوا هذه الدولة تقوم على أسس المساواة لأن الناس جميعا حتى الخليفة نفسه متساوون أمام قدرة الله متساوون أمام شرع الله هذه المساواة بين الناس جميعا أمام الله أمام الشرع ومن ثم هناك مساواة سياسية واجتماعية هي أصلا فكرة ثورية إجابيها الإسلام للعالم لم تكن يعني سابقا قبائل كانت متصارحة كل قبيلة يعني تجد أنه هي مفضلة على آخرين وغيرها لا أتى الإسلام وساوى بين الناس بأكملهم هذا الطابع الديني إلى جانب طابع المساواة اللذان يميزان الدولة الإسلامية يضعان حدود جدا ضيقة للخليفة لاحظ أنت كلامي يعني ولو نظريا مو ولو نظريا لأن بالواقع ما يوجد إذن نظريا عندما تأتي إلى المفكرين هؤلاء اللي اكتبون عن الدولة الإسلامية سابقا وحاليا هذه الدولة والمساواة اللي بها يضعان حدود ضيقة للخليفة للحاكم للسلطان للملك كما موجود في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقولي الأمر منكم وهناك حديث تقول لا طاعتني مخلوق في معصية الخالق فإذا الخليفة يريدك أن تحصل الله لا طاعة نعم لهكذا لهذه الدرجة إذن ليس من الواجب على المسلم أن يطيع السلطة إلا إذا كانت أوامرها في إطار الشرع هذا هو التعاقد بل أنه يجب على هذا الإنسان أن يرفض طاعة هذه الدولة إذا كانت السلطة غير مطيعا لله لا تجب على الإنسان أن يطيع السلطة لا تطيع الله وإذن من أهم الواجبات الاجتماعية للإنسان المسلم أن يراقب مدى الالتزام بالشرع يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر يعني النفسة أو الجماعة أو المجتمع وحتى السلطة تخضع لرقابة الجماعة أو تصحيح هذه الجماعة نظريا يعني لا يروح بغير يكون بعيد لأنها لا موجودة بأي وقت من الأوقات ولذلك يقيم علماء الدين على هذه الأسلس العقادية كيان مثال يثبت من الناحية النظرية اعتماد السلطة على الجماعة بشكل قانوني فالجماعة تطي نصح للسلطة وتراقب السلطة وتراها هالسلطة خارجة وامر الله وغيره إذن الخليفة هو رمز للسلطة يتبوأ هذا المنصب بناء على تعاقد بينه وبين الأمة الإسلامية هؤلاء المنظرين اللي يتحدث عنهم الغزالة والجماعة تحددوا لك شروط التي يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب الخليفة أو الملكة أو السلطان نعم لابد أن يكون هذا حائز على خصال أخلاقية يجب أن يكون جسمه صحيح البنية يجب أن يكون من قريش شخصيا نعتقد أنه هذا الرأي لا يتفق مع مبدأ المساواة اللي صار ساعة تكلم عليه سواء كانوا من قريش أهل البيت أو الصحابة هذا ينسف لك مبدأ المساواة لماذا من قريش ما الذي يميز قريش عن غيرهم مع القرآن ما خاطب قريش خاطب الذين آمنوا يا أيها الناس أو كذا لذلك يعني هاي مثل الغصة موجودة بهؤلاء المفكرين اللي قد يقول قال ومن أنت حتى يعني تتناطح رأسك برأس الغزالي أو بن حزم أو الماوردي أنا أقول ما أقول ما أؤمن به أنه الخلافة إذا كانت له قريش سواء أهل البيت أو صحابة النبي إذا تحددها هذا ينسف لك مبدال مساواة قد أكون مختل قد أكون مصيب بكل الأحوال هؤلاء المفكرين أنه يقولون أنه الخليفة يجب أن يتعين عن طريق الانتخاب انتخاب يعني قصد الشورى الأمة الإسلامية تختارها مو انتخاب يعني اقتراعه وصناديق وكذا وإذن بعد الانتخاب الخليفة سوف يتم التعاقد بينه وبين الجماعة اللي باعته تقوم بمباعته يكون على الخليفة في هذه الحالة مهام جسام يحافظ لك على الدين الإسلامي ينفذ لك أحكام الشريعة الإسلامية يقوم بحماية النظام حماية الأمن والناس ينظم لك الشؤون الداخلية للدولة يدافع عن الأراضي اللي تابع للدولة الإسلامية أو أيضا يتوسع بها غزوات وسلب ونهو يعني يجب أن يقوموا بهذا الشيء إذن هذا الخليفة الإسلامية حسب المفكرين لا يتخذ قراراته مفردة بل يستشير أهل الرأي والمشورة ومن جهة أخرى يجب على المؤمنين طاعته لهذا الخليفة وتأييده فالنف يفعلوا يجبرهم أنه انصحوني ارشدوني للأمر الصحيح التعاقد بين الخليفة أو الملكة أو السلطان وبين الشعب الشعب الإسلامي الجمهور أمور الإسلامية يسقط عندما يخل أحد الطرفين بالالتزام بالشروط بما أنه الخليفة يمكن إعفاءه من منصفه إذا فرط في واجباته وهاي مصير بالأحلام يعني أحلام الغزالي وبين حزم والموردي بأحلامهم مصير أنه خليفة يخل بالشرط ويتنازل ما هو مستعد يقتل أمه أمه وأبوه وأخوته حتى من أجل يكفر بالله مستعد يقتل الرسول محمد إذا ينفس على الخلافة لهذه الدرجة عندما تحدثت عن انتخاب هذا ما يعني أنه أقصد دولة ديمقراطية كما نفهم هذه الكلبة بمعنى الحديث لماذا؟ لأن الخليفة هو ما يصبح خليفة عن طريق الشورى أو الانتخاب هو ممثل للشعب لا هذا ما يمثل الشعب يمثل الله اللي ينتخبه أو اللي بايعوه لنقول آية صح اللي بايعوهم في الحقيقة أدوات لله أدوات بيد الله ينفذون مشيئة الله ببيعتهم لهذا الخليفة بانتخابهم لهذا الخليفة لأن الخليفة أصلا يعني هو مو يمثل أرادة الشعب لا يمثل أرادة الله يمثل مشيئة الله هذا هو المثل الأعلى الدولة اللي صعب أن يتحقق بالواقع التاريخي لن تستطيع أن تحثر على هذا النموذج في أي حكمة تاريخية حكم الدولة الإسلامية كبيرة من الصين إلى إسبانيا امتدد لك أطماع السلطة والخلفاء والتنافس في مابيناتهم يا عقيد يا أم إسلامية تختار يا شورى يا غيرها هنا رح يحدث أول انقسام في الإسلام بسبب النزاع حول الخلافة ما تحدث عن سقيفة بني ساعدة لا هذا موضوع لم يكن انقسام إلى تأثير لحد كبير كما سترى أول انقسام حدث حول النزاع حول السلطة والخليفة والخلافة بعد مقتل الخليفة عثمار بن عفوان ثالث الخلفاء راشدين قد يقول قال أن الخلاف مجرد خلاف سياسي لا هو ليس خلاف سياسي خالص لأن هذا النزاع عدى إلى نشوء حركتين غير ملتزمتين بالسنة هما الشعة والخوارج على أثر مقتل عثمار هاتين الحركتين عدهم فلسفتهم تصورهم الديني والسياسي للدولة اللي اختلف اللي اختلف عن السنة الشعة ستف حول الإمام الروحي والذي تجعله بهالة من السحر والكرام والمعجزات والخوارق وال 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 إلى آخره بحيث يجب أن يكون من سلالة الرسول محمد علي بن أبي طالب وولده فقط هؤلاء هم البقية الأمم الإسلامية مو من حقها أن يرشحوا نفسهم أو كذا فقط هذا أيضا هذا الخليفة اللي هو علي وأبناء الله وهب العصمة معصومين من الله وغيرها وهي كلها عليها على المستفهم لكن مو هذا موضوعنا على العكس من الشيعة يرى الخوارج أن الجماعة الأمة الإسلامية أكثر أهمية من الخليفة هذا رأي جدا جميل رأي حقيقي وواقع يعني أن الخلافة العفو والناس أهم من الخليفة وأن الناس أو الأمة الإسلامية هم هؤلاء هم اللي يحملون السحر والكرامة والعصمة والجلال وليس الخليفة رضي الله عنه أو تقول عليه السلام أو الخليفة أي أن كان الأمة هي اللي تستحق التبجيل والتقدير والإحترام والعصمة وغيرها بل أن هناك فريق من الخوارج قالوا لا أصلا لا توجد أي ضرورة على الأطلاق لوجود أي خليفة لدرجة نقسم منهم خلا وخليفتين الخليفة الدفاع وخليفة يجوم يعني بالحرب هذا يتحكم وهذا يتحكم وهكذا يعني لدرجة لكن مع ذلك الخوارج يأكمل ويتفقون على الأمر جدا رائع أنه الانتماء القريش ليس شرط لازم لتعيين الرجل في منصب خلافة لماذا قريش ما الذي يميز قريش عمركة المسلمين هذا رأي جدا جميل من الخوارج الأهم أنه قالوا أنه الإنسان الصالح أي أن كان أصلة وفصلة ومن أين مات ما دام الإنسان صالح وعقلية زينة لماذا نختاره خليفة ما الذي ما يزقرش عن البقية إذن عندما يعلن الخوارج أنه يجب الثورة يجب الخروج على الخليفة الظالم بل أنه الخروج عليه واجب حتمي واجب حتمي على الجماعة وأنه هذا الخليفة في حالات كثيرة يجب أن يعدم هذا تطور منطقي صحيح راح تقول متطرف نعم متطرف متطرف بالنسبة للمثل الإسلامية العليا للدولة اللي تجعل الخليفة خليفة الله وما يجوز أحد يعني كذا لا الخوارج وناس يعني نستطيع نستطيع أن نقول عنهم عمليين براغماتيين شي سميهم سمي هاي الآراء بالنسبة للشيعة وبالنسبة الخوارج تصطدم بصميم مع يعني نستطيع أن نعتبرها متطرفة بالنسبة للآراء الإسلامية السنية متعارضة معها تعارض شديد إذن سوف يتهم يتم اتهام هذين المذهبين بالخروج عن الإسلام وبأنهما من أهل البدع الخوارج وكذلك الشيعة وبكل الأحوال عندما تأتي لهذا الانقسام اللي هو لحد اليوم سبق سبق هذا الانقسام انقسام آخر في في عهد دولة النبي نفسه سبق هذا الانقسام انقسام بين السنة يعني وهنا بين قوسيا نفسهم قسام سياسي خطير في أواصط المسلمين المعتدلين اللي نستطيع أن نقول عنهم أهل السنة كيف البوادر أو بواكير هذا الانقسام متى حدث حدث عندما أتى الرسول محمد وفتح مكة وجلب معاكل صحابته وأصبح والمهاجرين والأنصار بيأكملهم يعني موجودين بالدولة الإسلامية الجديدة الكبرى كانت هذه الخطوة مهمة من أجل الدولة إسلامية فأصبحوا الطبقة الأرستقراطية القديمة اللي بين أمية بني أمية والصحابة الأجل الأهل الورع والتقوى اللي كانوا بالمدينة وحتى المهاجرين من عندهم أصبحوا على وحده الأرستقراطيين مكة بالتحديد بني أمية أعلنوا إيمانهم بالإسلام من باب الانتهازية لا يمكن أن عاقل يعني ذلك فكرة عقلة يقول هم آمنوا برسول يعني أسلموا الساعة ب12 إلى 5 قبل نهاية الوقت لا تسلم لا تقتل فآثروا الإسلام وكذا فوضعوا أنفسهم بني أمية يعني هنا أو الطبقة الأرستقراطية بيأكملها سوف تصبح هناك طبقتين هؤلاء الطبقة الأرستقراطية طبقة بني أمية هؤلاء أصحاب الجاه وكذا من مكة وهناك هؤلاء اللي دائما طموحهم دنيوي اللي ينظرون إلى الدنيا ناس براغماتيين عمليين عقل سياسي دهاء إلى عاخره طبقة اللي نسميها المحترمة وطبقة أخرى لا من الصحابة اللي هاجروا من مكة العنصار هؤلاء الناس المتقين لله الورعين أهل التقوى والاهتمامهم بماذا اهتمامهم بالآخرة بالأخلاق بالحياة الآخرة إذن طيب كيف يحل هذا التعارض استطاع الرسول محمد وابي بكر صديق وعمر بن الخطاب يحلون هذا التعارض لكن لم يحله لا عثمان بن العفان ولا علي بن ابن طالب سنرى كيف الرسول محمد وأبو بكر وعمر بن الخطاب استطاعوا أن يحاوضون على تمأسك هاتين طبقتين أو لنقل القوتين المتعارضتين الاستقراطيين مكة اللي هم بني أمياء وأتقياء المهاجرين والأنصار كل منهم الرسول محمد وأبي بكر وعمر استخدمهم من أجل أن يخرج أفضل ما بهم لخدمة هذه الدولة الإسلامية فكانوا بني أمياء ما الذي يفعلون قادر الجيش حتى بستخدام بضيقات الفتوحات أو غيرها أو مثل معاوية اللي عينها عمر بن الخطاب على والي على الشام أو غيرها فأصبحوا قادر الجيوش وأصبحوا ولاته قيادة الدولة قيادة إقليم هذه مو سهلة مو أي إنسان متقل لا يقدر يديرها لكن بني أمياء ممكن يديروها لأن هؤلاء هم عقلية سياسية عقلية إدارية تختلف معي يختلف لكن هذا هو الواقع بينما هكذا استفاد منهم الرسول محمد وبي بكر وعمر طيب ماذا استفادوا من أهل الورع والتقوى المهاجرين والنصار استفادوا من عدهم المشهورة كانوا يحرصون على إبداء آراء ومشهورة للخليفة بالمدينة المنورة الحد الآن الأمور جدا زينة الأمور الانقسام ما حدث الانقسام حدث للأسف الشديد في خلافة الأموي عثمان بن عفان عثمان بن عفان كما معرفه رجل أموي وفي عهده فسادي داري ولا أتهم عثمان شخصيا ولكن البطانة الأموية كانت فازدة جدا في داخلها فحدث محابة جدا كبيرة المن البني أمية مما أثر على ماذا أثر على أنه حدث ثورة ضد عثمان وهو ذحب ضحيتها وزعزعت كالدولة الإسلامية طيب في أحد علي بن ابطالب لم يأثر الأموين لا آثر من لنقول أهل السنة الصحابة المهاجرين والأنصار اللي موجودين بالمدينة آثرهم ضد بني أمية إذن أيضا آثر كفة على كفة وأيضا الأمور ما استقامت له إذن الأمور استقامت لرسول محمد ولأبي بكر الصديق ولعمر بن الخطاب لأنه استطاع أن يوازن هذين الأمرين عثمان بن عفان ما استقامت له لأنه فضل بني أمية على أهل الورع والتقوى وعلي بن ابطالب ما استقامت له لأنفضل أهل الورع والتقوى على بني أمية بمعنى أنه أبي بكر الصديق وعمر الخطاب كانوا سياسيين على العكس من عمر بن الخطاب وعلي بن ابطالب نحن نعرف أنه بعد وفاة علي بن ابطالب سوف يستولي الأمويين على الخلافة يصبحون هؤلاء اللي نسميهم ذوي الاتجاه الدنيوي من السنة اللي نسميهم لهذه الدرجة أصبح هم اللي يحكمون كان علي بن ابطالب ترك العاصمة اللي هي المدينة وذهب إلى أين ذهب إلى الكوفة نفس الشيء سوى الأمويين تركوا أيضا العاصمة اللي هي بقتها كانت الكوفة وعدت المدينة وحكموا وين حكموا تقريبا قرن أو ثمارين سنة في دمشق وبذلك بتعدوا عن من بتعدوا بأنفسهم عن تأثير أهل الورع والتقوير الموجودين بالمدينة إذن سوف تكون عندهم معارضة من طرفين الصحابة المهاجرين والأنصار الورعين الاتقياء اللي عينهم على آخرة وهؤلاء اللي نقول عنهم سنة كانوا معارضين لبني أمية والثوريين الأهل البدع أهل البدع الشيعة والخوارج أيضا معارضين للدولة إذن بعد ذلك شعروا الطرفان بأنهم يعني أهل الورع والتقوى الصحابة الأجلاء والشيعة والخوارج هؤلاء الطرفين شعروا أنه فقدوا وزنهم السياسي وصلت المعارضة إلى حرب أهلية لدرجة أنه الخوارج والشيعة ما اقتصروا على إعلان خلفاء منافسين للخليفة إنها زعوب الحكم بل شاركوا يعني حتى في يعني قدماء الصحابة من المهاجرين والأنصار شاركوا في ثورات ضد الدولة الأموية اتهم الخلفاء الأمويين من جانبهم خصومهم بأنهم ماذا بأنهم حولوا أو العفو الخلفاء الشيعة والخوارج والمهاجرون صارت تهم ودولهم بأنهم تخلوا عن مبادئ دولة الرسول تخلوا عن أخلاق دولة الرسول فحولوها إلى ملكية دنيوية بل وثنية أشبه بالوثنية خليفة يعبد وهكذا أصبح والحقيقة أن الموضوع ليس لهذه الدرجة هم بني أميه هؤلاء الناس يعني باللاحظ إحنا نتحدث هنا عن دولة ما نتحدث عن دين ولا عن أخلاق أعرف أن الدولة ما بيها أخلاق والدولة اللي بيها أخلاق تنهجم ما تستمر الدولة يجب أن يكون معاعدة دين إذا تتأسس دولة لا تتحدث عن دين وعن أخلاق فبني أميه خلعوا على الدولة الإسلامية طابع جديد فصاروا على سياسة الأسر الحاكمة التي تعذر عليها التوفيق بين انتخاب خليفة وبين يعني استقلال الحكم والحقيقة الكلام صحيح لأنه تخيل كل ما يموت خليفة يأتي شورى وكذا أين تتحقق هذه الشورى كيف تتحقق بينما النظام الملكي على علاته هو ممكن يعني يستقر يسوي استقرال بلد كما العباسين خمسمائة سنة أو هم بني أميه مئة سنة لولا الخلافات بيناتهم شورى صعب تتحقق في كل فترة واخرى كما يكتب بنياه الغزالي وابن حزم وغيرهم منظم المثال بل عليهم أنه بني أميه نقلوا لك مقر الحكم إلى دمشق بعيدا عن الورع والتقوى من الصحابة وغيرهم هذا كلام يعني أيضا خير ما عملوا الأمويين أنه نقلوا مكانهم دمشق لأنه الدولة يجب أن ما تخضع التأثير ديني الأمويين براقماتيين فتعال يعني أنت بين مجموعة من الأنصار ومهاجرين ما تستطيع أن تكون دولة يعني هذا كلام أنت بكيف تقلب لا أو لا وأيضا من المثال عليهم الأمويين أنه استلهموا من التراثب يزنطي أو الروماني دولة عالمية تحت حكم ملك واحد هذه ناس طموحات بني ومية ولذلك مما قصروا وبدأوا أيضا في تقليد الملوك الفارسين في طريقة حكمهم في إدارة الدولة وغيرها وكما ذكرت أن الدولة لا دين لها وأعتقد أن الأمويين أفضل من حكم وهنا لا تحدث عن الأخلاق إذا تحدثني عن الأخلاق أقول لك أنهم بلا أخلاق يعني أعتقد أجزم أنه معاوية لا ولا برسول الله ولا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بأي دين لكنه مضطر أنه بحكم هذه الدولة أن يحافظ عن الإسلام الإسلام وصل إلى مرحلة أنه يحكم فما المانع أنه يعني يأسس دولة قائمة على الإسلام نعم الدولة الأموية جدها أفضل من الدولة العباسية بكثير العباسيين أقرباء النبي سوف يكونوا نقال النبي أو أهل البيت وتعالي عمي شهيني ذولة بريح النبوة فيهم بينما الأموين لا معروفين أنه أصلهم أموين معادين للنبي أمهم آكلة الأكباد وهكذا فما توجد عدهم قدسية الأموين عندما يعني ظرمهم التاريخ العباسي دين كتب وبحيث هو صورتهم هم مو أنبياء هم بشر وعدهم كل شي غراز وغيرها لكن التاريخ العباسي ظرمهم وأنا شخصيا أجد أنه عمر بن عبد العزيز هذا رجل العادل الأموي الرجل القريب من الله هذا لا يصلح الدولة لأنه أشبه بالأخوان المرسومين حاليا عندما تأتي نعم هو عادل هو رجل يعني ضع صفات جيدة منه رأس الشارع نعم لكن كدولة هذا رجل لا يصلح الدولة يصلح الدولة شخص بينه وبينه ما يقول لا بالأول ولا باليوم الآخر لا ديني مثل معاوية مثل عبد الملك ابن المرون مثل يعني يريد يسوي دولة مثالية مثل على البنين بطالب دولة مثالية ما تطبق بهذه الأرض لو يوذن ما تطبق صعب تطبق التعاليم لذلك الأمور استقامت لأبو بكر وعمر لأن جمعة وسياسة ودين وبكل الأحوال كما ذكرت أنه كثير من الناس قد يعني يعتبرهم هؤلاء الأمويين وناس معادين للإسلام أو كذا وكذا هم لا معادين للإسلام ولا يحبون الإسلام وكذا هم يحبون السلطة فما دام الإسلام خادمهم فهم يعني لا بأس ينشرون للإسلام بالقوة وبالسيف ويغزون وكذا هاي من أجل الدولة يعني أنا ما أعتقد أنه كما مذكور بكل كتب التاريخ أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك أراد أن يشرب أو من بن ويقلوا ما الذي تفعله لماذا تهيج علينا هي الشيعة والخوارج من تظري فرصة يسقطون الدولة الزبير من تظرهم والمسلمين تظرهم بعين الريبة يأتي يشرب خمر بالكعبة أو مثلا كما يقول المرخين أنه كان يضرب القرآن الكريم بالسهم ويقول إذا خرقت رب إذا آتيت ربك يوم وحشت فقل يا رب خرقني الوليد لماذا يعني هو الإسلام سوي خليفة فهو لا يعني لا يمكن أن يصرف تصرف يهدم دولته هما ما عندهم مشكلة لا ويا الإمام الحسين ولا ويا الزبير تعوفنا بحالنا عافيك بحالك لا والله الثور علينا يقطعكم يتوصل الزبير يهجمون الكعبة على رأسه إذا صار عليهم وإلا البقية ما عندهم مشكلة يعني لا يوجد عقد أو أو كذا لا هما عندهم دولة لذلك اعتبروا أي محاولة تثور عليهم للتمرض عليهم هي في حكم المعارضة للإسلام تمرض عليه تمرض على الإسلام تهديد الوحدة الجماعة وهكذا إذن وقفوا في وجه خصومهم سواء كانوا من أهل السنة الورعين الموجودين بالمدينة واقعة الحرة كذا أو الموجودين بمكة أو من فرق الشيعة وفرق الخوارج بكل حزم حاربوهم وبكل قسوة لدرجة أنهم لم يتورعوا عن ضرب الكعبة بالمناجق الحجاج بن يوسف الثقافي فيه عبد الملك بن ورام سنة تثين وسبعين للهجرة رجم الكعبة بالمناجق مناجق حجارية حد نمها للكعبة من أجل أن يقضي على منافس عبد الملك عبد الله بن الزبير إذن هذه صراعات مريرة ماذا كشفت كشفت أن هناك مشكلة هناك مشكلة في صناعة الخليفة هناك مشكلة في شرعية السلطة هذه المشكلة سوف تلعب دور جدا كبير بالقرون القادمة إذن ببقتها بدأوا العلماء رجال الدين صحابة الرسول التابعين تابعين تابعين بدأوا يجمعون أحاديث للنبي أحاديث النبي التي سوف تصبح مصدر رسمي لعلوم الشريعة والدين زين فكانت المواقف مختلفة وكانت الصراعات السياسية تلعب لعب في جمع هذه الأحاديث كان من الطبيعي أن يجد كل طرف شيعة خوارج أهل الورع والتقوى من صحابة رسول الله من السنة اللي نقول الأمويين أربع طراف تلتة طراف عندنا كل كل فقن هاي الفرق سوف تجد أحاديث أو توجد أحاديث واضح تجد أحاديث أو توجد أحاديث تعزز وجد تنظرها الجناح الورع من أهل السنة الصحابة والأنصار الموجودين وأولادهم وأحفاظهم الموجودين بالمدينة سوف ينشرون أحاديث تبين حدود الالتزام بواجب الطاعة فيوصف لك هذا الموم الذي يسقط في الصراع مع الخليفة الظالم بأنه شهيد وبأنه كلمة حق أمام سلطان جائر وهكذا غيرها من ناحية أخرى سوف يروج أنصار الخليفة الأموي أنه البيعة هي بيعة الله والإخرج عن الجماعة هذا يستحق أن يعتبر كافر كما يقول الحديث اللي هم لقو وجدوه أو طلعه من أراد أن يفرق أمر هذه الأموي جميع في اقتلوب السيف كأن المكان وهكذا سوف نجد كل فريق يجد أو يوجد أحاديث تدعم رأيه حلقة اليوم هذه البداية فقط سوف نتحدث بحلقات قادمة عن هؤلاء المفكرين الغزالي المعوردي بن حزم وغيرهم اللي وضعوا أسس لصناعة الخلفاء تعد الحق وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر